تزامنا مع عيد المساخر اليهودي اقتحم عشرات المستوطنين بقيادة الحخام المتطرف يهودا قليك باحات المسجد الأقصى المبارك ونفذ المستوطنون جولات استفزازية أدو خلالها طقوسا تلمدية بحماية من شرطة الاحتلال التي عززت انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه وكانت منظمات الهيكل المزعوم قد دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية مكثفة لسحة المسجد الأقصى اليوم وغدا تزامنا مع عيد المساخر هذا وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال اتمار بن غفير قد وجه دعوات لتوسيع نطاق الاقتحامات